كي بدأ الفيلم دينا في الهند فوق تنتشرات فيه الحروب الأهلية والأمراض الشيء الذي يجعل الناس تسمح في ديورها والآراضي ديالها وتخويل البلاد هنا نرى واحدة بنت اسميتها ميري فاقت تقلب على أببها والمربية ديالها خرجت برى ديال القصر كتقلب وما لقيت تشيحد وكانوا حويجه وحالتها كلهم مصخين وكان فيها الجوع بزاف ولقعت غير الماكلة مليوحة وكلاتها شوية سمعت صوت القرطات فتخلعت هنا دخلوا الجنود للقصر خداها الضابط مع المكتب ديال القائد دياله وهنا عرفات بالليمها ماتت بسبب الكوليرا وبباها تبعها الغد له بنفس المرض من بعد خداها تحويجه وغدم صافرة مع الناس احطوا ليهم يأكلوا ولكن هي ما بغاتش وحد دري كان حداها خداها تبصيلها وكلها حاولت تهضر معاه وبغت تعود لها القصة ديالها ولكن هو ما بغاش يسمع وناض من حداها من بعد جبدات لمونيكا ديالها بشتعود لها ولكن تعصبات ورماتها في البحر جاءت عندها ميرلوك رئيسة الخدم في القصر ديال عمها كريفن لتأخذها معها للقصر وشرحات لها باللي تماما كيناش الرفاهية وباللي عمها كريفن تغيير بسبب الحرب اللي شارك فيها زائد الموت ديال مرتو جوليا اللي هي الخالة ديال البنت فاشو سلو قلت لها متهدر مع التشي حد في القصر حتى تجيل مربية جديدة ديالها ووراتها البيوت اللي مسموح لها تدخليهم من بعد دخلاتها البيتا ميري نعسات وحلمات بأمها وفاقت مخلوعة من صوت شي يدريك يبكي ولكن ما عرفتش الصوت منين جاي لغد ليه في الصباح جات الخدمة مارتا وجابت ليها الفطور خدمات ليها الدفاية حي تكن فيها البرد ميري قالت ليها على الصوت اللي سمعت في الليل ولكن مارتا مدتهاش فيها من بعد طلبات منها تعاونها في اللباس ديالها مارتا هنا عرفت بالليل بنت مفشة مراها خرجات للجردة ديال القصر كتلعب قلتها سكت تاكل فاجأ عندها وحد الكلب متشرد بدك هي كل من الأرض حدها هي خافت منه ومشت ولكن هو بقى تابعها ذك الساعة هي فرحات وفشفتها ميرلوك خاص مات عليها حيث ممنوع الكلاب يدخلوا للقصر فهذا الليلة عوتاني حلمات بأمها وفاقت على نفس الصوت ديال اللي بكى وقالت باينة هدو الأروح ديال الجنود اللي ماتوا هنا في الوقت ديال الحرب في الصباح عوتاني سولات مارتا وش بالصح تقتلوا شي جنود هنا ولكن مارتا ما بغتش تجاوبها من بعد مشات ميري للكوزينة وخذات الماكلة منها بشتديها الكلب اللي كان مازال في الجردة ديال القصر خرجت عنده وبدأت تلعب معاه هو مشاك يجري وسط الغابة بش يوريها البلاصة في نعايش وفشطح الليل ميري رجعت للقصر هنا جه الفضول على هذك الصوت اللي كتسمع كل ليلة وبقات كتدور في القصر وقتقلب على البلاصة ديال الصوت ثم دخلت البيت واحد دريس ميتو كيلين هضرات معاه وعرفته ولد عمها غريفن قلت له باللي هي قتلت أمها وعرفته هو اللي كغوت في الليل بهذا الصوت مراهام شات ميري تنعس وحلمات بباها ووكي لعب معها وفرحانين بزاف وحسات بأمها جاءت تفيقها فتحت عينيها فلقت مارتا هي اللي كتفيق فيها جابت لها الفطور ولبساتها حويجها ثم جاءت ميرلوك وتعصبات عليهم حتى عطله ميري قلت لها أنا السبب حتى تعطلنا ماشي مارتا مراهام شات عند عمها غريفن اللي كان قاصح معاها وقال لها خلفت قوانين دي القصر وممكن دابا نصفتك المدرسة داخلية ميري بقى تطلب منه اسمحها بشي تراجع على قراره وفشة في الشابه اللي بينها وبين مراته اللي ماتت بقيت فيه وسمح ليها ميري خرجت عند الكلب اللي سماته جمعي مبحر كل نهار وهو ما كيلعبوه جاءت رجلوه فم صيدة فكاته ولكن كان مقصح بزاف ودخل كي يجري وسط الغابة هي تبعاته ولقاته ودخل منه واحد الصور ثم جاه الفضل تعرف كيف ينمر هذا الصور وطلعت بشي تنقذ فطاحت في الأرض حتى لقيت راسها داخل واحد جردة سرية بقاتك تقلب عليه حتى لقيته وقاطع من الواد فمشت عنده بلا ما تفكر وبقوا يلعبو في هذه الجردة حتى وصلوا الواحد تمثال واقف عليه طير صغير وكان حداه ساروته ذاته ولكن ما عرفت وش دياله سمعتهم كي يقلبوا عليها فخرجت جري من تماما والشجرة اللي طلعت منها كنت كتحرك الأغصان دياله بش ما تطيحش فشفتها ميرلوك في هذه الحالة دخلتها للدوش ومور مسالات مشات جهت بيت والد عمها كيلين وسمعته كي غووت على ميرلوك حيث ما بغاش ياخد دوا ميري خلتها تحت خرجت ومشت دخلت لعنده ولقاته ومازال فايق قلتت في الكرسي المتحرك دياله وقالت لي عليش كتشرب هادك الدوا فقال الهارة عندي ضربة في ظهري قلت لي خاصتك تخرج من هذا البيت وتمشي تشوف الجردة السرية ولكن هو مدهش فيها دارتها قاع فشبغت تخرج شفت صويرة ماما جوليا وكانت كتشبه ليها بزاف وقبل ما تخرج قلت لي هكيلين تعاود له قصة بش نعس ميري فرحت بزاف حتى هذه هي الهيوية ديالها وعطاها كتب ديال القصص بشتعود منه من بعد فش خرجت من عنده جاه الفضول تعرف كتر على هذا القصر وبدأت كتدور فيه تمال قاته واحد البيت دخلت لي وكان فيه بزاف ديال الكساوي والمجوهارات عجبوها وبدأت كتقيس فيهم وشفت صويرة ديال امها وخالتها من بعد سمعت شي صوت قريب مشاهدت خبعات وشفت عمها احد البيت ديال والد اللي كان كيبكي تمات خلعات حيث ما زال مزولة السنسلال اللي لبساتها لغدت ليه سولات مارتها على جوليا فقلت لي هللي عارفة انها كانت مقربة بزاف من مي اللي هي موين ميري وكان كي يعجبهم الرقص هنا تفكرت امها اللي كانت في حالة كتيقاب وما تأثرت بموتختها من بعد خرجت للجردة كيف العادة وطلقت بدي يكون خمارته تعرفت عليه وقلت ليه على اللي وقع للكلب جمايمة قال لي هارا ممكن نداويه وخداته ومشاوا للجردة السرية جاء عندهم جمايمة وفشكن كي يداوي فيه تخلعات ميري عليه حيث كيبان ليها كي يعدب فيه قال لها ما تخافيش وطلب من نهديهم لشي بلاصة فيها لما بش ينقي ليه الجرحة ودار ليه الفاصمة بش ما تلوتش الجرحة من بعد ميري رجعت للقصر وعودات الكيلين على ذلك الشيء اللي وقع ليه في الحديقة السرية وقلت ليه راني عارفك ما مضربش في ظهرك قال لها تأنا راني عارفك ما قتلتيش ماماك فحاولت ميري تكسب تيقته وقلت ليه ما بقيش غدين كتب عليك عوداني وخداته اللي بيت السرية دي الماما هجوليا وقلت ليه كان ممكن تمشغير بوحدك كيلين تعصب عليها وكان عليه نغوت ولكن شدات ليه فم وضحه في الأرض قلبات ليه ظهره وفعلا ما لقيت فيه حتى ضربك يفمك يحسابه وعوناته حتى تطلع للكرسي دياله في النهار الثاني مشات للحديقة السرية ولقيت ما دي كون وجمايمة فبدأت كتلعب معهم وناشطين حتى من الورود تستحات بحل فرحانة بيهم من بعد شافوا واحد الباب سري في الحديقة ولكن كان مسدود جبدأت ميري الساروت اللي كانت تلقات على التمتال وقلت ليه ممكن يكون ديال هذا الباب وجاتهم فكرة باش يمشيوا للقصر وياخدوا كيلين لهذه الحديقة السحرية باش يداويوا الإعاقة دياله وفعلا دخلوهم سللتين حتى وصلوا لبيته ولكن هو مبغاش وبدأ يغوت باش تجيليهم الرئيسة ديال الخادم شافتهم مارتا وجات حتى ميرلوك ولكن قدرت مارتا تخبعهم عليها وقالت ليها غادي تمشي تشوف كيلين مالو وهي بلا متعد براسها من بعد دخلوه عنده وعرفوه على ديكون ميري طلبت الإذن من مارتا باش يديوه ويرجعوه قبل الوقت ديال الغداء فاش وصلوا للحديقة السرية كيلين عجبوه الحال بزاف ووراها ديكون الأنواع ديال الورد وعرفوه على الكلب جمايمة في واحد النهار ميرلوك تبعات ميري وهي خرجة من القصر شداتها ولقت عندها السنسلال اللي اخدت من بيت جوليا وتماخدتها لعمها باش يعاقبها وقالت ليه ره خرجات كيلين من القصر قالها هادي خاطر بزاف على ولدي وفاش دخلوا البيت جوليا ولقاوه كله مرون بسبابها غريفن قال لها تشوف ليه شي مدرسة داخلية واخدتها وسدت عليها في بيتها ميريت عصبت بزاف وبدأت كترمي في الألعاب تماطحوا بزاف ديال الرسائل موحد اللعبة شي حد كان مخبعهم فيها أما غريفن فابقى كيرتصب في البيت ديال مرتوه و هو حازين ميريت وزات الليل كله هي كتقرف هدوك الرسائل وفي الصباح حربات من القصر واخدتهم معها شافها كيلين ومشل عندها وقلسوا فوق واحد الشجرة كان ديما جوليا قلت تقلس فيها وقالت ليه من هذا الرسائل اللي قرأت كانت ماما مع جوليا ديما في ياماتها التالية ولكن فاش ماتت غريفن صد الحديقة السرية وقروا يزربوا ويعالجوه حيث لا يبقى الوقت قدامها جادي يكون فاعونها وخدعوها للبحيرة ديال الحديقة ندخل البحيرة وكان في الأول خايف حيث المبارد ولكن من بعد عجبوا الحال بزاف خصوصا فاش قدروا يتحركوا وسلمها فاش خرج بقى وكيلعبوه بثلاثة وفاش بغاوا يمشيوا اداتوا الحد الشجرة اللي ماتت فيها أمو مراها قل لها صافغي يلا هنمشيوا وهما غاديين خارجين بدال ورد كيدبال في الليل تخيلات ميرموها وبقى فيها الحال حيث ما كانش فهم أموها في هذا الوقت اللي كانت مرضات بسبب الحزن على أختها اللي ماتت من بعد مشات لعند كيلين تماكت تفاجأ بيه فتح ليها الباب وهو واقف على رجليه وخاما قدر شي يكمل الوقفه حيث ما زال ما وليف شي تمشي هي فرحات بزاف به والغد ليه مشاور الجردع وتاني وكانوك يقرأوا في الرسائل وكان معهم حتى ديكون وفاش رجعت للقصر لقات ميرلوك جمعات لها حويجا حيث غداغ يتمشي للمدرسة الداخلية هي مشات عند عمها كتجري وقالت ليه علش كتبتي على ولدك وخليتي هي تقره مريض خالتي جوليا معمرها كانت تبغي ولدها يتحبسها كحيته كلها حيث خاصه يخرج ويشوف العالم ويعيش حياته عمها بقى غير كي يشوف فيها وما قدر جقاع يجاوب طلع على المكتب ديالوه هو كيفكر فهدرتها وبكترت تلفاجي شعل الشمعات طاح له الوقيد وشعلات العافية في هذا الوقت الصحاب كانوا في الجردة السرية جميما شافت دخانه بدكين بح ميريم شاكت جري جهة القصر فلقات العافية شاعلة فيه دخلت تشوف عمها فيه ولقاتوك يقلب على ولده فقالت لي راكاين على بره وما يخافش بغت تخرجوه فطاح في الأرض وفاش بغت تعاونه ينوض شاف جوليا هي اللي كتوقف فيه وميريت خيلات مهاجة لعندها وبستها هنا دخلت مارتو وخوها ديكونوا وخرجوهم من تماما من بعد مشو كلهم للجردة السرية باش يطمنوا على كيلين ابا غير شافت تأثر بزاف خصوصا فاشلقه وقف على رجليه عن قوة طلب منه اسمها على هذا الشيء كامل اللي دار ليه من مراها عاودوا صلحوا القصر من الحرق اللي وقع اما الصحاب ديما كيمشوا يلعبوا في الجردة السرية مع الكلب جميمة ومن ذاك النهار عاشوا حيات زوينة كيف مما يبغيب وهنا تسألة الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلاو وانتلاقوا في الفيديو الجاية